عاوز بس أنبه ويصر على إخواننا وأهلنا اشتهر بنا ويقولك مدفع الإمساك مدفع الإمساك وتلاقي المدفع بضرب قبل الأذان بدقائق معدودات قبل الأذان بدقائق معدودات المدفع ده لا علاقة له إطلاقا بإمساكك أنت عن الطعام والشراب إطلاق مالوش علاقة يعني حضرتك تأكل وتشرب وتأتي أهلك وتفعل ما تريد في الحلال الطيب ما لم يدخل وقت الأذان أي وقت الفجر الصادق يعني مدفع الإمساك ده مولانا مالوش أي اعتبار لا مالوش أي اعتبار أما الوظيفة بس تهيئة الناس ويعني تجهيز الناس للإمساك والله اللي كان بيأكل بقى يبدأ يخلي باله واللي كان مع أهله يبدأ يخلي باله وينتبه وهكذا إنما مالوش علاقة على الإطلاق بوقت الإمساك عن الطعام والشراب يبقى الوقت الذي نمتنع فيه هو الفجر الصادق مش الفجر الكاذب لا الفجر الصادق من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس قال الله تبارك وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر روى البخاري ومسلم حديث عني بن حاتم رضي الله عنه لما نزلت الآية يعني أتى بعقالين عقال أسود وعقال أبيض وضع العقالين تحت الوسادة تحت المخدة وفضل كل شوية أنظر إلى العقال الأبعض الأسود وعشان يتبين له فلم يتبين له شيء حتى ملأ للضوء فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصباح وقال يا رسول الله جعلت تحت وسادتي عقالين وجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فلا يستبين لي فلما أصبحت غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه وقال عليه الصلاة والسلام إن وسادك إذا لعريض فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن وسادك إذا لعريض إنما ذلك بياض الليل وسواد النهار